لا ينكر أحد أهمية الطاقة في حياتنا وأهمية توفيرها لكن سوء استخدامها يؤدي لمشكلات الاحتباس الحراري والتلوث وتغير المناخ وهنا تقع مسؤولية أمن الطاقة على الجميع كأبرز تحدي يواجهه العالم اليوم فمستقبل إنتاجها من مصادر متجددة يتطلب إيجاد حلول مستقبلية مبتكرة لما بات يعرف بقطاع طاقة المستقبل من هنا تأتي أهمية جائزة زايد كإحدى القوى المحفزة على إيجاد حلول مبتكرة لطاقة المستقبل والتي تريد الإمارات من خلالها أن تكتشف وتكرم الإنجازات المتعلقة بحلول الطاقة المستدامة وأن تواصل الإرث الذي تركه الشيخ زايد في مجال الاهتمام بالبيئة وتكرم الجائزة الإنجازات التي تحققها الحكومات والشركات والهيئات غير الحكومية والأفراد كما تمنح لمدارس من القارات الخمس ومن بين المرشحين مدرسة الشيخ خليفة بن زايد بنجلاديش الإسلامية في أبوظبي والتي خفضت استهلاكها للكهرباء بنسبة 15% عن طريق تركيب المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة وتضم قائمة المرشحين النهائيين لعام 2013 شركات كبيرة مثل سيمينز وشارب وفي ظل نقص الدعم الحكومي للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة تعطي الجائزة أملاً للفائزين بها لمواصلة ابتكاراتهم فالشركات تواجه مشكلات في التكلفة والسياسات المتبعة والدعم المالي وتشكيك المستهلك حيث لا يزال إنتاج تلك التقنيات مكلفاً مقارنة بالوقود التقليدي وفي عامها الخامس تتضمن لجنة تحكيم الجائزة شخصيات بارزة كرئيس أيسلندا والرئيس السابق للمالديف ووزيرة الطاقة في جنوب أفريقيا والممثل السينمائي الشهير الناشط في مجال البيئة لنوردو ديكابريو الفائزون السابقون خرجوا بإنجازات توفر مصادر للطاقة للطبقات الفقيرة والمحرومة في العالم وتضع حداً للإنبعاثات الكربونية والتصدي للتلوث والتقليل من تبديد المياه والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة أو حتى تطوير تقنيات السيارات الكهربائية والمباني الخضراء ينتظر المرشحون منتصف الشهر الحالي لتحديد الفائز من كل فئة والمنافسة على أشدها أما الاستفادة الحقيقية فستكون بلا شك من نصيب البيئة والإنسانية والأجهر القادمة لإلقاء المزيد من الضوء على أسبوع أبو ظبيل الاستدامة معنا في الاستوديو مديرة الاستدامة في شركة مصدر دكتورة نوال حسني أهلا بكي دكتورة مرة جديدة حدثينا قليلا عن هذه الجائزة أهدافها أهم من حصل على جوائزها مرحبا فيكم وكسنا وأنتم بخير هذه الجائزة نحن دورة الخامسة الجائزة تزايد طاقة المستقبل من أهم أهداف الجائزة هو طبعا تكريم لأرث المرحوم المغفور له اسمو الشيخ زايد من سلطان أنهيان اللي هو كان خلى البيئة والاستدامة ركيزة من ركائز لتطوير الدول عنه نهدف من خلال الجائزة أنه نحن نحفز وندعم ونكافئ اللي هو الابتكار والقيادة والريادة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الجائزة سنة خمس فئات في عنا اللي هم الشركات الكبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الهيئات الغير حكومية والغير ربحية الشخص اللي هو لا ريادة ولا دور كبير في الابتكار وفي تغيير المسار هاي مثل ما يقولون الطاقة المتجددة وأول مرة السنة نحن نسوي جائزة لمدارس الثانوية الجائزة القيمة الكولية لها أربع ملايين دولار تتقسم بين هاي الفئات بشكل مختلف وعمليا كم فائز يجب أن يحصل؟ كم عدد الفائزين يجب أن يكون؟ السنة رح يكون عندنا إن شاء الله ثمان فائزين رح يكون عندنا فائز في اللوج كوبوريشن وفائز في كل فئة من الفئات باستثناء المدارس المدارس نحن نسوينها خمس جوائز للخمس المناطق الجغرافية آسيا، أفريقيا، أمريكا، أوروبا وللأسف السنة ما صار عندنا فائز من أشينيا بس إن شاء الله السنوات اللي يكون فيه عندنا فائز من أشينيا طيب أهمية الجائزة على المستوى العالمي كمحفز للأداء في مجال الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة دكتور جائزة زائلة طاقة المستقبل تعتبر أكبر جائزة سنوية للطاقة المتجددة وجود هذه الجوائز يحفز مثل ما يقولون الإبتكار يدفع التنافس الجائزة صار لها وجود حضور عالمي بخلال عمرها لصغير خمس سنوات بصلاح حضور عالمي كبير صارت شركات كثيرة تتنافس أنها تقدم للجائزة وطبعا الدليل على هذا زيادة عدد المشاركين هذا يحفز أيضا على الوعي نشر الوعي فنحن من أول سنة لليوم تقريبا زاد الإقبال على التقديم الجائزة بأكثر من 300% من السنة التي فاتت لها السنة زادت نسبة التقديم 36% من 88 دولة يعني طبعا هذا يعتبر إنجاز كبير نشر الوعي أولا بأهمية التحديات نحن نواجه سواء تحديات تغيير المناخي أو تحديات الطاقة وزيادة الوعي على دور دورة الإيمانات ودور أبو ظبي في مساندة ودعم الجهود التي تبدل في سبيل الطاقة المستدامة والتغيير المناخي طيب دكتورة كيف يمكن أن نستفيد من الابتكارات أو طلبات مثلا أو بحوث عمل معينة حول البيئة لحماية منطقتنا من التلوث البيئي وأيضا الحفاظ على الطاقة وتحويلها إلى طاقة مستدامة نحن عندنا الدراسات والبحوث اللي قاعد تصير في لات أطبيقات عملية وفي تقنيات قاعدة وتكنولوجيات ومثل ما يقولون اختراعات قاعدة تصير في مختلف المجالات بس لعطيتش مثلا النموذج الفائز عنه السنة اللي فاتت كان شنايدر إلكتريك اللي هو باللارج كوبوريشن شنايدر إلكتريك بجهودهم وبالتقنيات اللي هم بريادتهم في هاي التقنيات اللي هي أدرسز الكفاءة الطاقة اللي هي الانرجو ايفيشنسي صار زادت زادت كفاءة الطاقة عالميا بنسبة 30% ففي مثلا ما يقولون بعض المبادرات اللي على مستوى المنزل ممكن أن تتطبقينها أو على مستوى المكتب أو على مستوى الشركة ممكن أن تحطينها أنه تزيد كفاءة استخدامتش للطاقة في المنزل إعادة تدوير الفضالات والنفايات اللي عنا والأوراق بعد لدور كبير بس هو مثل ما يقولون التقنيات قاعدت تطور بمختلف المجالات سواء في إنتاج الطاقة يعني مثلا نحن عندنا من ضمن الفائزين اللي هي فستاس اللي شركة ريح زاد تقريبا إنتاجهم للطاقة من الرياح تسع ملايين ميجاوات عالميا يعني فالتأثير الفائزين في جائزة زائل صاقة المستقبل قاعد يحفز وقاعد مثل ما يقولون يوصل حلول عالمية لتحديات نحن كده نتشارك فيها عندما نسمع دكتورة هذه الأسماء الكبيرة من الشركات لا نستغرب أن لها أداء أو تأثير في مجال الطاقة ولكن عندما نقول بأن هناك الآن من ضمن الفئات المشاركة أيضا فئة المدارس الثانوية ماذا يقدمون؟ ماذا تقدمون أنتم لهم من تسهيلات قبل أن يتقدموا؟ أم أن الشخص فقط يتقدم بمشروع للجائزة؟ بالنسبة للشركات الكبيرة وحتى الشركات الزغيرة نحن الفائزين عندنا مشكلهم كانوا شركات كبيرة عندنا مثلا أفراد ديبال بروة أو الفائز عننا من خلال جهوزة تقريبا وفر فرص عمل أكثر من تقريبا ألف مرأة في المنطقة التي هو فيها فالفائزين نحن عننا أكثر من فئة بس بالنسبة للمدارس الاختلاف بين فئة المدارس والفئات الأخرى أنه بالفئات الأخرى نحن نكافئ إنجاز نكافئ تأثير نكافئ جهد من بدل خلال هذه السنوات بالنسبة للمدارس نكافئ مشروع وفكرة ممكن هذه المدرسة تنفذها تزيد معايير الاستدامة عندهم بالمدارسة وتأثر على المجتمع حواليهم وتأثر على وعيهم فنحن مثل ما نقول هاي أنه أنت قاعد تكافئ أو من خلال أنه تخلي الطلاب يتفاعلون مع هيئة التدريس عشان يساوون هذا المشروع وبعدين يبتدون ينفذون المشروع يزيد وعيهم تعرف الطالب تأثيرها مش بس في المدارسة طالب تأثيرها في المجتمع على بيتها على أهلها على اللي حواليه ونحن اخترنا الفئة نتكون الثانوية العامة أو طلاب الثانوية الفئة العمرية هذه لأنه بهذه المرحلة هم يبتدون مثل ما يقولون يبتدون يقررون اختياراتهم بالحياة يبتدون يقررون مسارهم اللي رح يسلكونه فيصير هذا الوعي يأهلهم لحتى اتخاذ القرار الصحيح بقيت أخصص رح يدخلونه بالجامعة أو أي عمل رح يسلكونه